السلام عليكم الاخبار معكم باسم سعيد والنهاردة هنكمل سلسلة شرح سوكيا سي اكس من الصفر حتى الاحتراف في الدرس جديد اهلا بيكم في الدرس الاربعتاشر من سلسلة سوكيا سي اكس شرح سوفت كامل للجهاز بكل تفصيل والنهاردة هنتكلم عن الامر اللي بعد افست على طول في المينيو بتاعتي يعني انا شغال في المينيو الامر اللي تحت افست على طول هو امر توبو جرافي طيب الامر توبو جرافي ده ايه الكلام فيه هو عامة مش هتشتجل بيه كتير يعني انا عامة ما بتحبزوش في الشغل او ما بنتقلش عليه في الشغل شوية ليه لانه امر المتخصص بزيادة ازاي ان انا دلوقتي لما حط او نمط للرصد او الرافع بتاعي يعني ايه يعني انا راجل بيحب ياخد وضعيتين في الرصد مش وضعية واحدة راجل بيحب ياخد يعني هنا بيقول لك ايه او عدد الوضعيات هنا عدد الرصادات طب وهنا اف واحد واف اتنين الرصد الوش الاول فيس واحد والفيس اتنين يعني دلوقتي ترصد الوش ده وتنجلف في الجهاز ورصد بلوش التاني بس الجهاز هنا عندي ايه شاشة واحدة مش شاشتين فالاوبشن ده هتلاقي موجود زي قلته يعني هناك في الجهاز ده هتلاقي موجود زي قلته وعندنا الادخال القبلي للنقطة يعني انا بعمل تشيك عليها بسميها بحط لها كود بحط لها رقم وكذلك منزل تحت بلاي ايه يعني ايه يعني قياس بتاعي اللي انا بربط عادة فيش اي مشكلة لا هو بيقول لك اقيسه هحط له اياس هقول له ماشي هيقول لي يعني ايه يعني التأكيد على رصد هل هو صحيح ولا مش صحيح طب الكلام ده كله وضع اي يعني الكلام ده كله كده انا اقول له نو وهم ايه طالع تاني وهم داخل على باترن وهم داخل على بي اوكي وبعد كده هيقول لي ايه هيقول لي سيت كزا ومش عارفين اقول له اوكي ما فيش انا مشكلة او هيبدأ يحط الاحداثيات ويبدأ يطبق الشغل بتاعي طبعا دي احداثات المحطة هعمل كده هقول لي ارتفاع العاكس وبعد كده لو عايز احط انجل او عايز اكمل بانتر مفيش مشكلة لكن الموضوع هنا ان انا افضل ارصد بالتكرار واشتغل على فسين وابدأ اا ياخد رصدة بدل ما هي سيت واحدة هنا. بدل ما هي سيت واحدة كده. ياس? هدخل على تبقى تاني. بدل ما هي سيت واحدة كده لقى خليها اتنين سيت والدين هي تبقى يعني اتفاعة اكرارات. وبدل ما هنا اوبزيرفوا واحدة خليه يرصد مرتين عشان يجيب متوسط للنقطة. الكلام ده كله مش مطلوب في اا يعني اقول لك في الشغل بتاعنا. ليه? انت كده كده بتحاول تتحرق الدقة وانت شغال لاكتر دقة انت ممكن توصل الله. لانك مش هحط دلوقتي بشكل عشواء اقول انا هرصد نقطة مرة وارصد نقطة مرة تانية وارصد نقطة مرة تالتة وارصد نقطة مرة ربعة. وبعد كده اخد اخلي الجهاز يحسب متوسطه. تمام? فحاول تخلي الموضوع اكثر دقة. عشان كده مش هستفيد كتير في شرح التوبجرافي ده. خلاص نخلع منه دلوقتي او نمشي منه. وهندخل على مل ام ان شاء الرحمن في الدرس اللي جاي. انت انا من درس النهاردة ما تنساش اللايك والشير لو عندك اي سؤال. وسبحانك اللهم وبحمدك. نشهد علينا انت نستغفرك وندوب اليك. السلام عليكم.